126 مليون دولار هو الفرق غير البسيط بين تكلفة الانتخابات عام 2009 وتكلفتها اليوم هل كل هذه التركيبة الجديدة على المستوى الانتخابي التي هي إصلاحية هل أولا كلفتها مقبولة وتانيا هل هي قابلة للتطبيق قبل 21 أيار 2018 يعني قبل انتهاء الولاي المبدد لمجلس النواب بالشئ الأول من السؤال هل الكلفة معقولة كلفة الانتخابات الاعتيادية خليني إيس على الـ 2009 كانت 22 مليار ليرة سلفي طلبناها من الخزينة صرفنا من 11 مليار يعني صرفنا 7 مليون فاصلة 33 دولار بوقتها أما اليوم فالتكلفة 133 مليون دولار أكثر من 40 مليون منها يذهب ومن دون مناقصة على البطاقات البيومترية التي أقرت بعقد رضائي مع شركة سجام التي لزمت عام 97 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية وكل هذه التجاوزات بذريعة ضيق الوقت وفي بحث بسيط يظهر لنا أن تكلفة البطاقة البيومترية التي أقرتها الحكومة اللبنانية والتي وصلت إلى 10 دولارات و52 سنة للبطاقة الواحدة أنجزته دول أخرى بأسعار أقل بكثير تروحت بين دولار و13 سنة وثمانية دولار على القطعة الواحدة يعني أنا شبه أكيد أنه يستحيل إجراء انتخابات بهالنظام الجديد قبل 21.5 فبظم الجواب على كل هذه المسائل لأنه في تجارب بالعالم ولأنه في أسعار معروفة الجواب هو بإجراء مناقصة وإذا لم تتم المناقصة أنا برأيي بمفاوضات مع الشركة التي ستلتزم ممكن بالقياس على الأسعار العالمية يكون هناك تفاوض معها على سعر مختلف وفي التعمق في البحث ربما تصبح التكلفة الكبيرة بسيطة أمام الشراكة والاندماج بين شركة سجام المكلفة بالبطاقات البيومترية وشركة ألبت الإسرائيلية منذ عام 2010 والدولة اللبنانية على علم بالموضوع ففي عام 2012 أصدرت الداخلية بيانا طمأنت فيه اللبنانيين إلى أن سجام التي كانت تصدر الهويات منذ عام 1997 حريصة على عدم تسريب المعلومات إلى العدو الإسرائيلي أنا بأتد الخوف قائم حتى لو ما فيه شراكي ممكن العدو الإسرائيلي يفوت على أي شركة ما عنده شراكي معها ويقدر يخرق فيها بس كمان هذه الشركة عم تشتغل في لبنان من 99 بالتالي إذا كان فيه من خطر هالخطر قائم البطاقات الممغنطة أو البيومترية بطاقات تطلق عليها صفة الذكية ولكن هل تتسم الحكومة اللبنانية بهذه الصفة خلال تلزيم هذه الصفقة؟ ليالبو موسى قناة الجديد